حياكم الله من جديد على هاشتاغ البرنامج أكشن مع وليد في تويتر سؤال من يتوقع لك اللاعب حمد المنتشري يعني أصلح لك السؤال يقول من يتوقع الكابتن حمد المنتشري أن يكون اللاعب رجل المباراة منه رح يكون رجل المباراة والله شوف عندنا أسماء يعني أنا ما أحدد لك لاعب معين لكن أنا أقول لك مثلا من الدافعين سيكون عبدالله العمري هذا إن شاء الله سيكون في يومه بأمر الله عندك سلمان الفرج والمالكي لعبه مهمين إن شاء الله صالح الشهري أنه يكون رجل المباراة تسجيله أهداف حاسمة أبو خالد من هو رجل المباراة في توقعاتك؟ والله أنا أتوقع الكابتن صالح الشهري الأهمية التسجيل لأن المباراة لن تتجاوز هدف هدفين هو المهاجم الوحيد أتوقع أنه سيكون رجل المباراة لأنه صالح جالسة يقدم مستورات كويسة متى ما أعطي الفرصة المناسبة طارق النوفل من رجل المباراة المرشح من طرفك؟ محمد العويس أنا أشوف محمد العويس الآن مع المنتخب تحديدا حاضر ذهنيا وأنا متأكد أنه منتخب مثل اليابان منتخب هجومي بشكل كبير جدا وهذا الشيء الذي يعشقه محمد العويس وأعتقد أنه إذا كان بالذات خط الدفاع ما أقولك في أفضل حالات لكن في حالة ثنية جيدة محمد العويس سيبدع بكل نجم مباراة ترجمة نانسي قنقر